لأكثر من أربع عشر شهراً صبرت قواتنا وصابرت ورابطت انتهكت الحرمات وقطرة النساء والأطفال والعجائز الآمنين في بيوتهم قطعت الطرق وخطف المواطنين على الهوية دمرت منازل المواطنين والممتلكات العامة قصفنا بألاف الغرات الجوية محلية وأجنبية استهدفت المستشفيات والمدارس والمطارات والمواني نكل بالجتط وصفنا بالخوارج وبأننا عصابات إرهابية وبت خطاب كراهية داعي للعنف وخلقت الفتنة بين المدن والمناطق والقبائل الليبية ألاف الشباب الليبيين قتلوا وعشرات الآلاف بين مبتور ومصاب بالشلل وجريح أطفال يتموا ونساء رملت كل ذلك لأجل عجوز خلف مهووس هو وأولاده وعائلته حالمين بحكم الليبيين وبعد كل ما حدث أمامكم النتائج الميدانية اليوم خسارة مدلة وهزيمة نكراء وتخلي من قبل المتمردين على مقاتليهم على الأرض بل ولا زالوا يغررون بهم وهم جالسون في مكاتبهم الفخمة عندما يتم الحديث عن التدخل التركي وتكرار هذا الادعاء نقول أولا بأننا ولتمانية أشهر ونحن نصد العدوان على العاصمة الذي تم بمرتزقة الجماعات الدرفورية ومرتزقة الفاغنر وبطائرات مسيرة إماراتية ومدرعات من مصر والأردن وصواريخ فرنسا وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الخاص نصد العدوان والعالم يتفرج على الجرائم التي ترتكب بحق الليبيين وبعد الأشهر الثمانية توجهت حكومة الوفاق الوطني بشكل قانوني ورسبي وأمام أنظار العالم بتوقيع اتفاقية مع الدولة التركية وبشكل شرعي وقدمت لنا التدريب والدعم هنا انقلب العالم رأسا على العقل وبدى له أن هناك تدخل أجنبي في ليبيا وهنا نقول الحكومة كان عليها التزام قانوني وأخلاقي وشرعي لحماية مواطنيها ووطنها وهذا ما قامت به وإن لم تفعل لما كنا جديرين بتمتيل مواطنين وثقتهم فينا منذ أن بدأنا في صد العدوان على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي كنا نسبق الحوار والتفاوض والدعوة لحقن الدماء ونجعل من الحل العسكري وكأنه كي بالنار نجعله آخر الحلول ولذلك فإننا نكرر دائما وأبدا النداء لكل المناطق التي يتواجد بها فلول الميليشيات الإجرامية بأن شعارنا هو أننا لم نبدأ هذه الحرب ولكننا نحن من سيحدد زمان ومكان نهايتها نتمنى أن يكون ذلك سلما الميليشيات الإجرامية والمرتزقة هدفهم هو القتل ثم القتل ثم القتل والدليل أنهم بعد هزيمتهم وقبل فرارهم زرعوا الألغام في منازل النازحين تصور أن يزرع لهم في غرفة أطفال فما الهدف من ذلك وما أهميته العسكرية فقط قتل أكبر قدر من الليبيين لذلك ندعو كل أهالينا إلى عدم الاستعجال بالعودة لمنازلهم نعرف أنهم في شوق للعودة لبيوتهم ونقدر حجم معاناة النزوح لكن حياتهم أهم بكل تأكيد وجنودنا في فرق وإزالة الألغام تعمل بكل جدية لتفكيك الألغام لضمان عودة آمنة للجميع عسكريا نحن نقاتل مشروع قدر مشروع عسكرة الدولة والاستلاء على الحكم وقطع الطريق على الدولة الليبية أن تنهض كدولة حرة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة هذا المشروع لنا لن يهنأ لنا بال حتى نقضي عليه وسنلاحقه في كل مدن ومناطق ليبيا أخيرا إن جيشنا جيش ليبي ضباطه وجنوده وأفراده من كل الليبيين لن يكون جيش فرد أو عائلة أو قبيلة أو جيش إقصائي يفرق بين الليبيين ولن يكون جيش إنقلابي عينه على السلطة بقوة سلاح جيشنا ولاءه لله ثم لليبيا جيشنا عقيدته الدفاع عن الوطن والمواطن موسيقى موسيقى موسيقى